السياسة النمسوية أو السياسة بما تسمى بالديمقراطية عندي مشكلة معاها لأنها يعني بشوفوا أني دي الحكومات اللي بتشكل وتشكل من وزارات الوزراء بتوعها حكومات وزارات انتماءات وليس كفاءات دي المشكلة الكبيرة يعني هو حجم انتماء الشخص ليس دائما يعني المعظم طبعا سيد الكريم يعني أنا بشوف أن فيها وزارات بتدار بين أشخاص ملهمش أي علاقة بالوزارة اللي هو بنتمي لها بدنا نتفع على شغل يا ممدوح بدنا نتفع على شغل أنه البلد هي بلد مؤسسات شو يعني؟ يعني مؤسسة وزارة الداخلية مؤسسة وزارة الخارجية مؤسسة كذا 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 الأحزاب السياسية العريقة الاس بي او الافو بي يعني التي معروف لها أصلها تعمل على صناعة أشخاص سياسيين من المستوى الرفيع من الطراز الأول فبالتالي فبالتالي الأشخاص الذين هم من مؤسسية الحزب من القودمافيا الحزب من الذين خدموا الحزب والذين صانعوا سياسة الحزب الداخلية والخارجية والمحلية والاقتصادية تقوم بصناعة بصناعة هؤلاء السياسية مثل السيد ماغنوس برونر دكتور جامعي اقتصابي ده يمكن الوحيد نعم وزير الداخلية جرهات كارنر هو من خلفية أمنية بشكل أو بآخر ده كان عمدة يعني ده كان عمدة بس هو يعني حاجات من بعيد أنا بكلم على وزارات أحيانا بتيجي فيها ناس ما لهمش أي علاقة بالمهنة هذه التشكيلة الديمقراطية في المنظور البرلماني للسياسة النمساوية الداخلية هيك البلد ماشي هذا هيك البلد ماشي انت بتذكر لما سخطت حكومة ده بيعملك مشكلة في الإدارة نعم السيد السيد ألكساندر عندما قال الرئيس النمساوي قاب بتكليف حكومة تكنقراط حكومة من المختصين إذا بتذكر مع بيرجت بيرلاين أعتقد بيرجت بيرلاين بيرجت بيرلاين التي كانت هي فعليا المستشارة النمساوية وهي كانت رئيسة المحكمة العليا وقتها وفعلا وقتها كانت النمسا بها الفترة الانتقالية الانتخابية عاشت بفترة من الهدوء والإطمئنان ويعني بصراحة كان فيه هدوء على مستوى عالي جدا فكانت في وقتها حكومة تكنقراط قاموا قام الرئيس النمساوي باقتراح هذه اللائحة طبعا بترشيح أيضا من الأحزاب التي فعليا كانت عائلة وموفيتهم فهيك السياسة النمساوية اللي جاية هتطل علينا بأنها أشخاص نعم